اشتركوا في القناة 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 وتستعملوا قطاع الشوكولاتة في الوسطة او المربة هناي الفوكية الجافة ما تخافوش ما غاديش تلصق لكم التحت او تهبط لكم التحت غادي تبقى في الوسطة لاحقاش مستعملين في الكيك الزبدة غادي نخلط كل شي مزيان بالمعلقة او بالخلاط اليداوي حتي ندمجو صفي وغادي نبدا نعمر في القوالب ديالي دبا كنجيبو القوالب اللي كدخل في الرنك ندهنوها بزبدة كرشوها بالطقيق وغادي ندير فيها معلقة كبيرة ونص ديال الخالد ديال الكيك هنا الخالد ديال الكيك را كيكون تقيل ما كيكونش خفيف كيكون تقيل في الاول غادي نعمرهم حتى للنصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى دبا بعد ما امرتهم حتى للنصف غادي ندخلهم من الفران اه الطريقة ديال التياب ديالهم حتى تياب ديال اي كيك عادي كندخلهم من الفران لي كيكون بارد كنشعلو على درجة حرارة متوسطة بزاف كنخلهم كيطيبوا على خطرهم حتى كيطيبوا كيتنفخوا عاد كنشعل عليهم مواحد ربعادي يلطقيق من الفوق كيتحمروا سوف نخرجهم. الكابكيك ديالنا بعد ما طابوا هدا والشكل ديالهم كنخرجهم الفرن. غادي نخليهم يبردوا شوية وبعد غادي نقلبهم فوق شي شبكة. ندير تحت منها شي طبصين. نخليهم حتى كي يبردوا مزيان عاد كنديرهم في الطبصين ديال التقديم. الآن بنسبة لطريقة ديال التزين بنجيبه شوية ديال المرباة ديال المشماش مع شوية ديال الكوك. جاوز الهند غادي ندهنهم زيان بالمربا وغادي نرشهم بالكوك. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر نتمنى لكم تجربوها وتقدموها لأطفال ديالكم بألف صحة وعافية كيجيوا رائعين جداً كيجيوا خفاف وكيجيوا بنان بزاف مختلفين على كيكل الملفين نحضروا عادة بالزيت وبالياغورد هذا ديال الزبدة كيجي بنين بزاف أنا غدي نقسمها باش شوفوا كيفاش كتجي من الداخل أنا نقطعتها باش نوري عليكم من الداخل كيفاش كتجي كتجير طباب حل بونج وكتجي لديدة بزاف ودوك الفواكه الجافة كيجيوا بينين هكا في الوسط كيجيوا صحيين بألف صحة وعافية كتقدموهم لأطفال ديالكم في القوتي أو كيديوهم معاهم المدرسة كنتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة دي كتجي أكتر من رائعة ما تنسوش تديرو جيم الفيديو لعجبكم تشتركوا معي في القناة باش يوصلكم كل ما هو جديد ونتلقوا في وصفة جديدة إن شاء الله تشتركوا في القناة